وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من شرم الشيخ مرسل التلفزيون المصري كريم بيبرس كريم انقل لنا الصورة لديك الآن في شرم الشيخ ومدى تفاعل المشاركين في مؤتمر المناخ قابتين تي سيفن وما هي أهم الجلسات التي من المنتظر أن يناقش المؤتمر خلال ما تبقى من أيام تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين يعني ربما اليوم هو يوم فيصلي يوم يعني ربما من ممكن أن نطلق عليه يوم عطلة هذا اليوم عطلة من الجلسات والورش الرئيسية في مؤتمر المناخ في كوب تونتي سيفن لأن الجزء الأول من هذا المؤتمر كان يتعلق بمواضيع معينة منها وضع الخطط المختلفة فيما يتعلق بالسمات الخاصة بالأيام ولكن اليوم هو يوم عطلة يتحرك الوفود الأجنبية هنا في مدينة شرم الشيخ لزيارة الأماكن السياحية في مدينة شرم الشيخ ولا يتحركوا في الأسواق السياحية المختلفة ربما هذا هو أهم ما يمكن أن نتنبأ به أو ما يحدث به أو ما يحدث الآن على شوارع مدينة شرم الشيخ الممشى السياحي الجديد مليء بالوفود الأجنبية حتى الممشى السياحي مثل خليج نعمة والسوق القديم وغيره من الأماكن مليئة بالفعل بالوفود الأجنبية وهي فرصة بالطبع للتعرف على معالم مدينة شرم الشيخ وفرصة لانتعاش السياحة مرة أخرى في هذه المدينة مدينة السلام لماذا هو يوم فيصالي؟ لأن الأيام القادمة هي الأيام التي من المفترض أن يتم وضع الآليات الخاصة بالخطط السابقة ليتم التطبيق الفعلي على أرض الواقع من المفترض أن الأيام القادمة بداية من غد ستبدأ الجلسات ويبدأ الخبراء وصناع القرار بوضع الآليات الخاصة بعد الخروج ببعض الخطط وبعض الاتفاقيات بين الدول وبين المنظمات في عدة ملفات ربما أهم الملفات التي تمت مناقشتها في الأيام السابقة كانت الزراعة والزراعة أمس على سبيل المثال من أهم الملفات لأنها جزء أهم في التعامل مع الانبعاثات الكربونية والتقليل من الانبعاثات الكربونية فيما أيضا يساعد على التعامل مع التحديات المناخية وأيضا كان جزء أهم جدا هي مشاركة الشباب والخروج بآراء الشباب وتوصيات خاصة من الشباب ليتم توصيلها لصناع القرار وكان أيضا هناك يوم خاص بتقليل الانبعاثات الكربونية ويوم خاص للعلوم وكل هذه الأيام وكل هذه السمات الخاصة بهذه الأيام تجتمع سويا بين هذه الدول وبين هؤلاء الخبراء للوصول لحلول واقعية حسب سمة المؤتمر أو التنفيذ الفعلي على أرض الواقع بالطبع الأيام القادمة أيضا لن تتوقف عن جلسات عن النقاش أو طرح الحلول ولكن ربما كما ذكرنا ستأخذ منحنة تنفيذي في بعض الأحيان وأيضا سيستمر المنحنة الآخر بالتزامن مع طرح الأفكار ولكن أيضا بداية التنفيذ الفعلي على أرض الواقع يعني ربما الغد هو يوم أيضا خاص لوضع الجلسات الرئيسية والتي تتحدث عن المساواة أو جندر المساواة يعني طرح الأفكار من جميع الفئات فئات الشعوب المختلفة سواء كانت من إذا تحدثنا بشكل مبدئي عن المرأة والرجل والشباب والأطفال ولكن أيضا المسمى الأكبر هي الفئات من جميع الشعوب مثل السكان الأصليين مثل يعني الوطن أو الشعوب المختلفة في البلاد المختلفة كل سيكون له الدور في الغد يكتمع جميع شعوب العالم بالغد ليمثلوا جميعهم أراءهم المختلفة وأطرحاتهم المختلفة ليتم تطبيقها بالفعل على أرض الواقع إذا تحدثنا خصيصا عن السكان الأصليين وهم أكثر من يتأثروا بالتغيرات المناخية التي يعني تمثهم بشكل مباشر بسبب الدول الصناعية التي أدت لانبعاثات كربونية كبيرة فهم متواجدين هنا بشكل مكثف من جميع جهات العالم ويتحدثون عن المخاطر التي تعرضوا لها خلال الفترات السابقة وتحدثوا عن أهمية التعويض عن هذه المخاطر التي تعرضوا لها من الدول الصناعية وكان هناك اتفاقيات مختلفة من الدول الصناعية لتعويض مادي للدول النامية والسكان الأصليين وبدأت بالفعل للتنفيذ على سبيل المثال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لشارم الشيخ وكوب 27 أطلق حزمة من بعضها صفقات وبعضها قرارات مختلفة وبعضها أيضا دعم مادي لدعض الدول النامية وأيضا حتى للتحول الأخضر في أوليات المتحدة الأمريكية وهو جزء من الاتفاق السابق المتعلق بالمائة مليار دولار وهو جزء بسيط فقط منه ولكن أيضا كان هناك صفقة خاصة بجمهورية مصر العربية بين أوليات المتحدة الأمريكية ومصر وبنك الاتحاد الأوروبي بدعم أو صفقة لتحول مصر للطاقة الخضراء بشكل كبير هذه أيضا ربما جزء أهم من التنفيذ وكان لنا لقاء مع أحد أعضاء الوفد الخاص بالسانيتورز الأمريكي المتواجد هنا في مدينة شرم الشيخ والذي تحدث بالفعل أن هذه الأفكار ليست فقط مجرد أفكار مطروحة ولكن جاري بالفعل العمل على تطبيقها على أرض الواقع منها القرار الأول بموافقة الكونغرس على أكثر من 130 مليون دولار لتخفيض غاز الميثان في أوليات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال أيضا الجزء الخاص باتفاقية مصر أوليات المتحدة جاري بالفعل العمل على تطبيقها على أرض الواقع هذه نقطة النقطة الأخرى أيضا لاتفاقيات بين الدول بين مصر وسلطنة عمان بين مصر والمملكة العربية السعودية في الاستثمار فيما يتعلق بالهايدروجين الأخضر يتم إنشاء المصانع ولكن ليس فقط اتفاقية ولكن بالفعل تم التعاقد على بدء التنفيذ الفعلي لهذه المصانع الخاصة بها الهيدروجين الأخضر ربما هذه نظرة عن ما يحدث بالأمس عن ما حدث عفوا بالأمس وعما سيحدث خلال الأيام المقبلة بشكرك شكرا جزيلا لنا كريم بيبرس مرسل التلفزيون المصري كنت معنا مباشرة من مدينة شرم الشيخ ترجمة نانسي قنقر